وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنياته الأساسية باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي اجتماع آخر بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ولتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري والمساهمة في خطط الحكومة للتحول الرقمي فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة فضلا عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين كما وجه السيد الرئيس بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور عمر طلعت عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصري والتي شملت سير العملية الدراسية في جامعة مصر المعلوماتية والمنح التي يتم تقديمها في هذا الإطار لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بها فضلا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفي إطار جهود الحكومة للتحول الرقمي عرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي تهدف لدعم الأداء الحكومية من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية وميكنة المستشفيات الجامعية فضلا عن استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة وفيما يتعلق بجهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية استعرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعي إنتاج كل من الحاسبات اللوحية والكبلات الألياف الضوئية إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام حيث عرض السيد هشام توفيق مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام خاصة ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وذلك للمساهمة بفعالية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية كما عرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بالتنصيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية مع الأخذ في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً على أن يتم العمل في هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية فضلاً عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية موسيقى